رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة بسنده بسند الكشي عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله لماذا يبدأ بكذابي الشيعة لأنهم الأخطار لأنهم الأكثر كذبة تلاحظون أن المضامين تصب في مجرى واحد تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا هذا المضمون هو هو الذي مر علينا في رواية التقليد وفي سائر الروايات الأخرى التي قرأتها من تفسير إمامنا الحسن العسكري ومن بقية الكتب المضمون هو هو الذي تحدث عن أن في الشيعة من هو أشد فتنة من الدجال لأنه أكثر كذبة ما قرأته عليكم من أنهم يكذبون حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه إمامنا الصادق يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله إنه سيبدأ بمراجع الشيعة ومن هنا فإنهم لا يحبون ظهوره وإذا ما ظهر وهم موجودون سيخرجون إلى قتاله لأنهم يعرفون عاقبة أمرهم ألا لعنة الله عليهم الإمام هل يبدأ بكذابي الشيعة من الذين يبيعون البطاطا مثلا أو من النجارين في سوق النجارة مثلا أو من الميكانيكيين الذين يشتغلون بتصليح السيارات مثلا إن الإمام سيبدأ بمراجع الشيعة اللعناء الذين دمروا دين العترة الطاهرة هؤلاء هم لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله ولذا فإن إمامنا الباقرة يحدثنا عن مراجع النجف وكربلاء إنهم البتريون اللعناء أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الخامسة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاثون حديث طويل ويسير ويسير إلى الكوفة الإمام الباقر يتحدث عن قائم آل محمد صلوات الله عليهم ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح خرجوا بكل سلاحهم قراء القرآن فقهاء في الدين هؤلاء هم المراجع والخطباء مع وكلائهم مع معتمديهم قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم ليست العبادة هي التي قرحت جباههم هم الذين قرحوها دجلا يظهرون للناس علامات السجود في جباههم وهذا ما يفعله كثير من المعممين أن يتركوا أثر السجود عبر باذنجانة تشوى على النار وهي ساخنة فإنه يقوم بكي جبهته بمؤخرة الباذنجانة وأمور أخرى يفعلونها هؤلاء الدجالون قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق هؤلاء منافقون والنفاق كذب من أبرز معاني الكذب النفاق وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ترجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف إلى آخر ما جاء في الرواية هؤلاء هم المنافقون الذين يحدثنا عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من رجال الكش من الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع إنهم هؤلاء الإمام لا يتحدث عن شيعتهم المخلصين لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا الإمام لا يتحدث عن شيعته المخلصين لا يتحدث عن شيعته الأوفياء الذين التزموا بمضامين بيعة الغدير إنه يتحدث عن هؤلاء السفلة من الكذابين والمنافقين من الذين هم أشد فتنة من الدجال على الشيعة بماذا بموالاة أعدائنا كما قال إمامنا الرضا ومعاداة أوليائنا ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع في هؤلاء مثل ما قالت الرواية قبل قليل عن البتريين عمهم النفاق البتريون الذين يخرجون لقتال إمام زماننا هكذا وصفهم باقر العلوم صلوات الله عليه عمهم النفاق هؤلاء هم إنهم مراجع النجف وكربلاء لا يوجد أحد غيرهم لا يوجد أحد غيرهم هؤلاء هم الذين أضلوا الشيعة ولا زالوا يضللون الشيعة وهؤلاء هم الذين كذبوا على الشيعة ولا زالوا يكذبون على الشيعة أين تضعون هذه الأحاديث هذه أحاديث الأئمة هذه كتبنا القديمة الأصلية وتوجد روايات من أمثال هذه الروايات كثيرة جدا في كتبنا هل الأئمة قالوا هذا لغوا أم أنهم تحدثوا عن مخلوقات في المريخ مثلا أنهم يتحدثون عن شيعة العراق في زمانهم الشيعة كانوا يستقرون في العراق هذه هي الحقيقة من الآخر أين تضعون هذه الأحاديث لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم الإمام لا يذهب إلى إيران ولا يذهب إلى لبنان الإمام سيقتل الشيعة في العراق هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث الإمام لا يذهب إلى تركيا كي يقتل شيعة تركيا في تركيا يوجد شيعة في إيران يوجد شيعة في لبنان يوجد شيعة في دول الخليج يوجد شيعة لكن الرواية هذه تتحدث عن العراق لأن الإمام هو الذي سيقتل شيعة العراق بيده وبسيفه لماذا لأنهم الأكثر تعصبا لهؤلاء السفلة الذين في النجف هذه هي الحقيقة من الآخر لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله وكذابوا الشيعة كما قلت لكم ما هم بعمال البلدية ولا هم بالذين يشتغلون في المطافة ولا بموظفي وزارة التخطيط مثلا كذابوا الشيعة الذين أضلوا الشيعة هم أصحاب العمائم الكبيرة من العمائم السوداء والبيضاء أين مستقرهم مستقرهم في النجف وكربلاء والمستقر الأصل في النجف ولذا فإن الروايات تتحدث عن الكوفة وعن ظهر الكوفة وعن النجف عن هذه المناطق لماذا كل القتل هنا لماذا يخرج الأموات من مقبرة النجف لقتل الأحياء هناك لأن الواقع قذرون هذه القذارة من أين جاءت من أصحاب الدكاكين في سوق النجف من سواق سيارات التكسي من أين جاءت القذارة جاءت من قبل المراجع لا يوجد مصدر آخر لم تخرج القذارة من قبور الموتى ولم تأتي من أوروبا الحديث كله عن الكوفة والنجف ولذا فإن الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية تأتي من إيران وإن أشياء علي سيفرون من النجف لأن النجفيين سيقطعون رؤوسهم طلبا لهدايا السفياني الإمام يدخل إلى العراق يصل إلى القادسية كما يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه وشيعة العراق يبايعون السفيانية بالكوفة هذا هو الواقع الذي أتحدث عنه من الذي صنع هذا الواقع هل الأمريكان صنعوا هذا الواقع الأمريكان لا علاقة لهم بهذا الواقع هل إسرائيل جاءت وصنعت لنا هذا الواقع إسرائيل لا علاقة لها بهذا الواقع هل الحكومة الأردنية جاءت وصنعت لنا هذا الواقع هل الحكومة السعودية كل هؤلاء لا علاقة لهم بالموضوع الموضوع مداره حول أصحاب العمائم حول هذه العجول الذين تعبدون هم يا شعة العراق هؤلاء هم الذين أخذوكم بعيدا عن أئمتكم وسيأخذونكم معهم إلى جهنم أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم هؤلاء هم الدجالون الذين يضحكون عليكم نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان حديث طويل قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة من حلقات البانوراما الحديث في الصفحة الثالثة والثمانين رقم الحديث مية واسبعة عشر عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه حيث حدثنا إمامنا الباقر في الصفحة الخامسة والثمانين عن يوم الأبدال إنه اليوم الذي يخرج فيه المنافقون من جيش إمام زماننا كي يلتحق بجيش السفياني في سوريا ويخرج أناس من جيش السفياني كي يلتحق بإمام زماننا فشيعة السفياني يلتحقون به وشيعة القائم يلتحقون به وكل جنس لاحق بجنسه هؤلاء الذين يخرجون من جيش إمام زماننا إنهم قادمون من العراق قادمون من العراق لأن الإمام سيتحرك من العراق باتجاه سوريا لا يُعقل من أن الذين سيلتحقون بالسفياني هم الذين جاءوا من البلدان البعيدة عن العراق لماذا جاءوا والتحقوا بجيش الإمام وبعد ذلك يذهبون إلى السفياني إنهم العراقيون أنفسهم إنهم شيعة العراق حتى إذا التقوا وهم حتى إذا التقوا وهم التقى جيش إمام زماننا مع جيش السفياني حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال ستكون هذه الواقعة في مكان قريب من دمشق في منطقة العذراء إنها المنطقة التي فيها قبر حجر وأصحابه حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد ويخرج ناس كانوا مع آل محمد الإمام ما قال من شيعة آل محمد كانوا مع آل محمد كانوا في الجيش إنهم شيعة العراق ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحق بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال هذه عاقبة الشيعة هذه العاقبة للشيعة الشيعة صنعتها لنفسها بسبب اتباعهم يهؤلاء الطوسيين الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة إنها قضية عسيرة قضية عسيرة عسيرة جدا المشكلة أن مراجع الشيعة يتفننون في مسخ العقل الشيعي لا لأنهم أذكياء ولا لأنهم فنانون لأن الشيعة حمير حمير يصدقونهم لأن الشيعة حمير يحسنون الظن بهم لأن الشيعة حمير لا يسيئون الظن بهم لأن الشيعة يقبلون كل شيء منهم وإلا فإن مراجع النجف وكربلاء كائنات متخلفة إلى أبعد الحدود كائنات عديمة الفهم هم شياطين يعملون عمل الشيطان لكنهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة كتبهم دروسهم أجوبتهم فتاواهم فضائياتهم وكلاؤهم تلامذتهم كل شيء يصدر عنهم يشير إلى هذه الحقيقة المشكلة ليست فيهم المشكلة في الشيعة أنفسهم مراجع النجف يقومون بمسخ العقل الشيعي المشكلة في الشيعي يتقبل هذا المسخ وبعد ذلك هو الذي يقوم بتأكيد هذا المسخ بنفسه عملية مسخ ذاتي الشيعة هكذا تفعل بنفسها هذا هو مضمون الشعار حطها برقبة عالم واطلع منها سالم إنها عملية مسخ للعقل الشيعي من قبل مراجع النجف وكربلاء وبعد ذلك الشيعي هو الذي يقوم بتجديد هذا المسخ لعقله بتجديده وتثبيته وبعد أن يتحقق المسخ في الشيعي بمستوى لا يمكن لا يمكن أن يتغير سيقوم بنقل عملية المسخ هذه إلى أسرته إلى أولاده إلى أحفاده إلى الأجيال القادمة هكذا انتقلت عملية المسخ عبر الأجيال منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف بعد أن أسس مذهبه الضال وشيعة غاطسون في هذه المصيبة وهم لا يشعرون بشيء إنهم فرحون بالذي يجري عليهم نذهب إلى فاصل